اشتركوا في القناة في بلده الثاني مصر والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور خمسين عاما على إقامة علاقات ديبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات أهلاً بالإمارات المصر يتأثر جداً جداً بالأخوة الإماراتية المستمرة من أيام الشيخ زايد مع الحول وحتى ذلك خمسيسة من التحق والأخوة والاحتوال من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن الامتنان لسيد الرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال مؤكداً ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي العامة للإمارات العالمية في دولة الإمارات ويكون الله يشعر، لأن الشعر رفني مسحبه، ودائماً كل الأعباء من أخي الشيء محمد أو من دولة الإمارات دائماً محل تحقير واعتراض وقبول كبير تأميداً جداً، ونحن نكون دائماً متوقفين لكل الرشطة وكل الفعاليات التي تتعجبها، وطبعاً بالنسبة ليت نحن وردنا نحن نقص على أروي، نحن نستقبل أخي الشيء محمد المزايد إن شاء الله فيه، ونطور القلمة التي حققت الشعر القادم، ونقولكم معنا هنا، أي شرفنا، ونسعدنا، ونحن نقول أهلاً ونسعدنا، مرحباً بكم، سعداء بموتكم معكم